البصل من المحاصيل المهمة جداً جداً عند الشعوب العربية وخصوصاً هي الشعوب المصرية أو مواطن المصرية بنعتبره من المحاصيل الاستراتيجية لأنه هو داخل في كل الأطعامة اللي احنا بنعتمد عليها يومياً أو معظمها يعني إضافة إلى أنتو الغذائية العالية جداً يعني ياخد عندك بقى مضادات حيوية فيتامينات مضادات أكسادة كتير جداً 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 من العناصر الغذائية اللي موجودة في البصل وللحقيقة أنه جسم الإنسان بيحتاجها بشكل كبير جداً حتى أنه منظمات الصحة العالمية بدأت توصف البصل على أنه فعلاً مضاد حيوي طبيعي وعلى أنه فعلاً علاج طبيعي فكرة أن احنا نبقى شعب أو دولة بتعتمد على البصل في الدخل القومي أو هو مصدر كبير جداً من مصادر الدخل القومي على الصعيد الآخر كمان بنعتمد عليه صحياً بشكل كبير أنه توفير البصل خلينا نقول بشكله الصحي الحقيقي على صورته الصحية بيوفر علينا كمان كتير جداً من مصاريف الصحة أو ميزانيات الصحة اللي بتتكبدها الدولة الإنتاج والتصدير كمان من الحاجات اللي احنا يعني بنعتمد عليها بشكل كبير جداً سواء كان فيه الإنتاج المحلي أو التصدير خارج الجمهورية المواصفات والمعايير اللي بنعتمد عليها لزراعة البصل المحلي أو المواصفات المصرية والمواصفات العالمية كتير جداً من التفاصيل حول هذا الملف نستفيد فيها مع أستاذ دكتور عبد المجيد مبروك أستاذ تربيت البصل ورئيس قسم بحوث البصل أهلا بك يا فندي أهلا بحضرتك يا فندي وأهلا بسادر المشاهدين متابعي قناة مصر الزراعية ومتابعي برنامج الحصاد وكل سنة وحضرتك الطيبين أهلا بك يا فندي البصل الحقيقة بالرغم أنه من الأطعمة المحببة لدى المواطن المصري سواء من طعمه أو من رحته النفاذة اللي يعني بتدي للأكل طبعا طعم ونكهة مختلفة وخاصة الحقيقة بالبصل المصري إلا أنه كمان قيمته الغذائية عالية جدا ومن الأطعمة التي يعني لابد أن نعدمت عليها بشكل كبير جدا من الناحية الغذائية حضرتك البصل يمكن موجود منذ أكثر من 3000 إلى 4000 سنة في كل كتب الأجنبية والعربية دايما يقولوا أن البصل موجود الفرعنا رسمينه على جدران المعابد قبل 4000 سنة ونلاقي البصل في تركيبه قيمته الغذائية بيبقى فيه حوالي 10 إلى 15% مادة جافة فيه بيبقى حوالي 1 إلى 1.5% بروتين وبيبقى فيه فيتامين زي الاسكوربيك أسيد وزي الريبوفلافين وفيه الحاجة المهمة جدا وهي المركبات الوضوية الكابريتية اللي بيعزى إليها المضادات الأكسادة وبيعزى إليها القيمة الغذائية والطبية لنبات البصل يمكن قالوا أن راحة البصل بيؤثر فيها 80 مركب فيه عالم سنة 1961 عزل ست مركبات كابريتية زي البروبايل داي صالفيد والبروبايل تراي صالفيد والإن بروبايل والإن ضايل والمسائل إن بروبايل داي صالفيد وطول ما البصلة ما زالت مقفولة ما حدش بشم لها أي رائحة لكن مجرد أنه تتقطع البصلة بيحصل تفاعل إنزيم ما بين مادة الألين وده حامد آميني مع إنزيم الألينيز والاتنين موجودين في الخلية ده موجود في الحويصلات وده موجود في السيتوبلاز وبينشأ مركب آخر اسمه الألسين الألسين ده بيتبخر ويدي البروبايل داي صالفيد اللي هو بيسبب لنا الدموع أو بيسبب رائحة البصل وبيخرج معاه كمان حاجة اسمها حامد البيروفيك وبيخرج معاه حاجة اسمها النشادر يمكن بعض الناس لما كان بيغم عليه فيقولوا هاتوا بصلة ويشمموا البصلة بعد ما يكسروها يعني علشان يحصل يعني ينتعش مرة أخرى يعني البصل أيضا فيه مضادات أكسادة زي المواد الفينولية البصل الأحمر غاني بالأنثوثيانين البصل الأصفر غاني بصابغة الكورسيتين والمادة الكورسيتين ديات لما بتدخل فيه الكبد تفاعلات بتاعتها بتزود نشاط إنزيمات الكبد عشان يتخلص الكبد من السموم اللي موجودة اللي وصلت للكبد وبالتالي بيحمي الـ DNA وبيحمي خلايا الكبد من الكنسر أو من الأمراض الأخرى لعيوا إن البصل كمان فيه مستخلصات تقاوم أمراض نباتية لحوالي 67 إلى 80 مرض فطري لكن أمراضه هو المواد دي ملهاش تأثير باستثناء إن لعيوا إن البصل الأحمر اللي غاني بصابغة الأنثوثيانين أو الأصفر اللي فيه الكورسيتين لما المواد دي وهي دي مواد فيلونية لما فينولية لما بتدوب في المية بتأثر على الفطريات اللي موجودة في التربة كمان البصل غاني بالفوليك أسد يعني البصل الواحدة المتوسط إذنها 80 مثلا إلى 100 جرام فهي 16 مايكرو جرام فوليك أسد يعني أفضل بالأرص اللي إحنا ممكن ناخده في وجبة الغزاء الحاجة التانية البيتامين سي البصل الجاف فيه حوالي عشر في المية مثلا أسكوربيك أسد بينما البصل الغضر اللي هو لسه مكونش أبصال بتصل هذه النسبة إلى حوالي 25 أو 26 في المية ومن هنا يقول لنا زي حتى الفرعر كانوا بيستخدموه وعمال بناء الأهرام كانوا بيستخدموه كان بيديهم مناعة ضد البارد وبينزل كمان السكريات ما كانش حد يعرف حاجة اسمها الدهون الضرة والمفيدة هو بينزل الدهون الضرة بيقلل الكلسترول في الدم وبيقلل الجلطات يعني بيعمل سيولة للدم بس طبعا ده لا يغني طبعا عن استخدام الأدوية الطبية وبالإضافة إلى أن لو قلنا لحد ابتدت غزة على البصل ده على طول هيحصن عنده سيولة مش وقاية هو الاعتدال في أن يبقى فيه طبق سلطة فيه بصلة 80 جرام خصوصا من البصل الأحمر أو الأصفر ده مفيد جدا للإنسان لتقليل الكلسترول والدهون الضرة بالجسم وكمان الحساسية يعني اعتبر أنتي هستاميك كروب يعني الإنسان لما بيستهلك البصل الناس بتحس أنه عايزة تنام نعايز ولذلك هو لو الواحد عنده حساسية في الجهوب الأنفية ويستخدم البصل يوميا في طبق السلطة أعتقد أنه إن شاء الله يشفى منه ده بالنسبة للقيمة الغذائية هل المركبات الغذائية أو القيمة الغذائية أو العناصر الغذائية بتختلف من كل نوعا التاني ولا إحنا عندنا عناصر سبتة وعناصر قط تكون متغيرة طبعا المواد الفينولية والصبغات بتختلف من صنف إلى آخر بمعنى أن الصنف الأحمر غني بالأنثوثيانين في الأوراق والحراشيف الخارجية بتاعته البصل الأصفر بيبقى غني بصبغة الكورستين أو مركب الكورستين النبيت بيبقى عالي في المركبات الكابريتية والحرافة بتاعته بتكون عالية جدا كمان طريقة الاستخدام بتؤثر على هذه الكيميكالز أو المركبات الغذائية اللي موجودة في البصل بمعنى البصل الطازج في الصلاطة بيبقى محتفظ بكل الفيتامينز كل معظم الزيوت والطيارة معظم المركبات الكابريتية الطيارة اللي موجودة في البصل التكفيف بيقل الجزء كبير جدا أثناء التكفيف لنعمله سليسس أو بودر يعني في المصانع الطاهي برضو بيقل الجزء من الحاجات الطيارة لكن بيكسب الطعام نكهة كويسة جدا لكن أفضل صورة لتناول البصل هو التناول في صورته الطازجة أو الصورة الخام يعني المصريين طبعا بيتعاملوا مع كل الأنواع لكن أعتقد أنه الأحمر أو البصل الأحمر ليه استخدام أكبر يعني أوليه شعبية أكبر عند المواطن المصري هو ليه شعبية أكبر لأن البصل الأحمر أقل حرافة شوية من البصل الأصفر وبالتالي استهلاكه في الطبق الصلطة أو خام ما بيعملش المشاكل بتاع الارتفاع للمواد الكابريتية في الأصناف البيضة أو الأصناف الصفرة بالإضافة إلى أن المادة الجافة فيه بيكون أقل بس طبعا كل الأنواع سواء الأصفر أو الأحمر أو الأبيض غنية بالألياف وغنية بالمركبات الكابريتية المفيدة للجسم إحنا عندنا تقريبا كم نوع؟ إحنا عندنا هو نوع واحد ولكن ستة أصناف إحنا عندنا الأليام سيبة اللي هو البصل وأخوه التوم شقيقه يعني عندنا أصناف من سنة 1945 يعني عندنا كان في سنة قبل 1945 كان عندنا صنفين في مصر واحد اسمه صعيدي والصنف الآخر اسمه بحير لما أنشئ قسم البصل اصطمبت من السلالات اللي موجودة في الصعيد صنف جيزة ستة اللي هو في طرف قدامنا على الشاشة جيزة ستة كان فيه بعض العيوب تم انتخاف فيه وتحسينه سنة 1957 وبعد كده سجل رسمي لأنه ما كانش فيه في التوقيت ده حاجة اسمها لجنة تسجيل أصناف سجل فيه التمانينات باسم جيزة ستة وبيجود لوجه إبلي بعد كده نزلنا الصنف الجديد اللي هو جيزة عشرين للوجه البحر وفيه فروق طفيفة جدا بين الصنفين في اللون يعني جيزة ستة بيقولوا عليه الدهبي وليس جيزة عشرين اللون بتاعه اللون الدهب فعلا القشرة بتاعته ما بيكونش نحاسية زي جيزة عشرين اللي موجود قدامنا ده دلوقتي بالإضافة لأن جيزة ستة بيطلع بدري أو بيستوي بدري عن جيزة عشرين في وجه إبلي جيزة عشرين لوجه بحر بعد كده في 2005 تم استنباط صنفينج جديدين هم جيزة أحمر وجيزة أبيض جيزة أحمر لأن طبعا لقينا أن غالبية تصدير كله ومعظمه للدول العربية والسعودية على الخاصة خاصة هي بتفضل البصل الأحمر وجيزة أبيض كان طلب لشركات التكفيف ومصانع التكفيف وعيد تسجيل كل الأصناف دي مرة أخرى عملنا أحمية دولية في 2010 وعلى نهاية 2019 عندنا صنفين جداد وهما التركيب الأبيض وجيزة مطاول ولده مغزالي بيتميز من العنق بتاعه اللي هو جيزة المطاول لعنق البصل الرفيع والتالي الإصابة بالأمراض هتبقى أقل الساقة القرصية اللي هي بتبقى في البصلها بتبقى صغيرة ولذلك في التأشير مش هيهدر معايا بينفع لإنتاج البصل المقور في واجه إبلي وجيزة وتركيبة أبيض بيتماز بارتفاع المادة الجافة والمواد الصلبة الدايبة عشان مصانع التكفيه الأحمر عرفنا أنه شعبيته ليه عند المواطن المصري أو في الاستخدام اليوم أعتقد أنه المطاعم أو المصمعات أو كل ما يدخل فيه صناعته البصل بيفضلوا أكتر البصل الأصفر أولا حضرتك البصل الأحمر فيه الطهي بيبقى شكله بيتحول إلى البني وساعات البلاك يعني بيبقى الطهي يعني ما يفضلش إنه هو في الزيت لما بيتقالع بيتحول إلى البلسوي كمان مصانع التكفيه عشان كده ما بيتجففوهش بينما الطهي في المنازل الأصفر أو الأبيض كويس جدا يمكن الأبيض لسه ما انتاشر شيء لكن لحظ إنه هو معظم الربات البيوت بتقول إنه بيستهلك كمية سامنة كتير أو زيت كتير فهو أولا الطهي بس طبعا اللون بتاعه بيبقى أبيض تماما وحريف جدا بتبقى الحرافة فيه أعلى من الأصفر وبيدي ناكهة أعلى من البيض كمان ما ينفعش لمحلات الكوشري إنه محلات الكوشري بتبقى عايزة البطاطس شريح لونها كراميل وفيه مطاعم في مصر دلوقتي بتصدر بتصدر فقط من البصل الأحمر ما يعملش كده بتصدر الأبصال من جيزة عشرين بعد القلي يعني بتصدرها مقلية إلى دول بره عشان يعملوا بإنها مرضو الكوشري زي السعودية يعني هو بينفع يتحول إلى بصل مصنع تمام طيب الأسعار بتتفاوت أو بتختلف؟ الأسعار بتختلف حسب سوء التصدير بره لأنه طبعا حزبتك عارفة إنه إحنا بنكتفي ذاتيا من البصل من الستينات لحد وقتنا الحالي ونصدر حوالي 28 إلى 30% من جملة الإنتاج اللي إحنا بننتجه فلما بيبقى فيه مشاكل في التصدير لبعض ممارسات خطأ من المزارعين تستخدموا مبيدات بأسلوب غير منظم أو أول آخر بيبتبقى الأصفر هو اللي عليه طالبه هو اللي بيضل لأن المصنع التكفيف بتاخد لتنين وبيبقى الأحمر هو سعره أقل لكن لما بيكونش فيه مشاكل في التصدير بيبقى الأتنين سيان طيب فيه سؤال عايزة أسأله حضرتك من أول ما دخلت بالأنواع الستة هو البصل الأخضر فين؟ البصل الأخضر إحنا عندنا الصنفين الجيزة الستة اللي هو في الأول دوت والصنف في جيزة أبيض والصنف في تركيبة أبيض بيصلحوا للبصل الأخضر لكن الأزواء الأجنبية عايزة بصل ما يكونش بصلة خالص بيبقى الشانك بتاعه أو المنطقة البيضة في البصل اللي هي مش عاملة بلبينج دي بتبقى أطول شوية في الأصناف الأجنبية من الأصناف المصرية بتاعتنا لكن الطعم والكواليتي أعلى بكثير جدا جدا من كل الأصناف الأجنبية المخصصة لإنتاج البصل الأخضر على مستوى العالم لكن مشاكله بيبقى فيه الشحن والتداول إنه ما بيتحملش الشحن عايز طيران فلما بيبقى الأسعار كويسة معظم الشركات اللي بتصدر بصل الأخضر بيطلبوا جزء منه يقولوا أنا عايز بصل جيزة اسمه جيزة أياً كبأ أصناف بتاعهم من الأصناف بتاعتنا حتى دي كده محتاجة توضيح كده عميق شوية إحنا بنقول إن فيه صنفين أو تلاتة اللي هو جيزة ستة وجيزة أبيض وتركيبي أبيض الجديد واللي هو التركيبي بيصلحوا للبصل الأخضر يعني إيه بيصلحوا يعني هو البصل الأخضر ده ما طلعش هو الأساس؟ لا مش الأساس البصل الأخضر هو مرحلة من مراحل إنتاج البصل العادي بتاعنا البصل لحد قبل ما يكون البصل دي هو بصل أخضر على نص فبراير وأول مارس يبتدي يكون البصل اللي قدام حضرتك دي فهوما أو يعني قبل التكوين إحنا أوه ده بيصل أخضر هي مرحلة من مراحله وإحنا بيصدد حالياً دلوقتي إن إحنا نهاجن سلالات الأجنبية مع جيزة ستة وجيزة 20 بتاعنا بحيث نطلع بصل أخضر بتاعنا مصري 100% ما بيكونش أبصال والطعم بتاعه الشلف اللي بتاعته بتكون عالية بس طبعاً ده بيستغرق سنين إحنا بنتكلم في 75 سنة إحنا بنصدر بصل أخضر؟ بنصدر كميات معقولة منه وعليها طلب كويس جداً معاييرها وموصفاتها إيه؟ يعني بيحبوا أولاً ما يكونش منطقة البياضة اللي تحت دي صغيرة ما يكونش عمل صب وكوم بصلة ما يكونش فيه طراوة في الأوراق فيه أطوال معينة بتترصب بعدد معين ممكن يبقى فيه سبع نباتات في الربطة ست نباتات عشر نباتات اتناشر نبات في الربطة حسب كل جهة وأشهر الناس بيأخذوا منه إيطاليا وإنجلترا وألمانيا صدر تقريباً يعني من حوالي 50 إلى 60 ألف طن سنوياً يعني من بصل الأغضر الأنواع والأصناف اللي عندنا زي ما حضرتك قلت احنا محاقين الاكتفاء الذاتي فإحنا يعني مش محتاجين أكتر من جدا لكن البحث العلمي يتطور لأنه يقول إنه عندنا صنف محسن أو صنف فيه احتياجات عالية شوية أو عندنا بعض يعني مش عايزة أقول المشكلات لكن بعض المواصفات اللي عايزين نزودها شوية في صنف جديد من أصناف البصل تمام يا فندم هو زي ما حضرتك قلت احنا ما عندناش مشكلة في الاكتفاء الذاتي ولكن احنا عندنا مشكلة في العملة الصعبة لما مبقى مثلاً بندخل حوالي 200 مليون دولار مثلاً من البصل بس الواحده لما مبقى البصل رقم 3 بعد البرتقان والبطاطس والبصل أو العنب ده يعني في قلال عشر سنين اللي فات لما ستكون في سوق كبير جداً بره وفي طلب إن احنا نضاعف كمية الصادرات دي من ربو 150 ألف مثلاً إلى مليون طن مثلاً زي الصين وزي الهند فلا يوجد يعني ده تحدي قدامنا إن احنا ندخل عملة صعبة لأن المحصول كاشك ربي يعني احنا ما بنكبرش المزارع على إنه يرزع بصل هو بيزرع بصل كل سنة لأنه عارف إنه داخله هيبقى كويس جداً من محصول البصل فعلى مستوى المزارع داخله كويس جداً على مستوى التصدير أنا محتاج أطلع بأصناف جديدة تغطي خصوصاً لمعرف إن احتياجات اللي بره من 10 إلى 15 مليون طن بصل مطلوبين للسوق العالمي كل سنة احنا بنطلع منهم ربو 50 ألف 500 ألف طن سنوية محتاجين نطلع صنفهاجين علشان كل المزارعين يبتدوا ما يكسرش التقاوي بتاعة الصنف ويدهور الصنف يعني احنا حضرتك بتشوف الأصناف بخصائصها اللي أنا ذكرتها دلوقتي قدام ساعتك اللي بياخد الصنف ده من مصدر جيد زي الدرارة المركزية أو باسم البصل أو الشركات المعروفة بيلاقي البصل زي حضرتك شايفها كده قدامنا على الترابيزة لكن هو بيزرع لنفسه من التقاوي اللي عنده وبالتالي بيتخلط الأصناف بتاعته مع أصناف جاره لأنه عايز مسافات عزلة طويلة جدا حوالي خمسة كيلو مثلا بين أصناف وبعضها لا فهو في تحدي قدامنا احنا ما بنقدرش نجبر المزالع أنه ياخد تقاوي من عندنا لكن لما يبقى بصل هاجين بنفس المواصفات دي هيتطر إجبار أنه ياخده كل سنة ويبقى كل البصل في جمهورية مصر العربية كله هيبقى شكل الحاجات اللي موجودة قدامه حضرتك طيب التنوع اللي احنا بنتكلم عليه في الأصناف أو أصناف البصل المصرية التصدير والتصدير بهذا الكم بيقول أن احنا مميزين في إنتاج البصل بما تتميز نصر في إنتاج البصل وين هي الدول اللي بتنفسها في نفس المميزات حضرتك احنا البصل بتاعنا بيتميز بأنه المادة الحريفة فيها عالية بيتميز بأنه القدرة التخزينية فيها عالية بيقعد سبعة تمن شهور بدون تلاجات بدون غرف مجهزة لتخزين البصل أوروبا كلها بتبقى برد وجليد فبيرجعوا لمصر رغم أن احنا في دولة منافسة معنا زي هولندا مثلا بتنتج مثلا 1-12 مليون طن ولكن هولندا بتاخد من عندنا بصل تستورد 230 ألف طن سنويا منين من العالم يعني هي بتنتج بصل بكميات كبيرة بتصدر زي نحنا ما بنصدر ولكن بتصدر الأصناف المايلد أو المعتدلة أو السويت اللي بتستخدم فيه طبق الصلطة لكن لما يجي للتكفيف ويجي للطه لابد أن هو يوصل يجيب البصل بتاعه من مصر احنا بنبقى دايما في الانتاج رابع وفي رابع عالم أو في كمية التصدير يعني رابع عالم في كميات الانتاج اللي احنا بننتجها من البصل ورابع عالم برضو في كمية الصدرات بيزبقنا الهند بتزبقنا الصين بتزبقنا هولندا بتزبقنا أمريكا ساعات مرة سانة وسانة يعني في تباين بين السنين وبعضها لكن البصل مصري بيتميز بالحرافة العالية والتغزين الجيد وتحمل الشحن والتداول يعني يمكن الهند بتطلع البصل بتنفسنا بتطلع واحد واثنين وعشر مليون طن بتنفسنا في الانتاج مش في الانتاج من اقول لحظة ديك وفي الصدرات الهند رقم واحد هي والصين امريكا بعدها او هولندا واحنا رابع بتنفسنا لكن مش بالكواليتي ده يعني سعر البصل الخيص بيطلع من عندهم لكن الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة اللي عندنا في مصر بتبا هي الجريد نمبر وان في الهند يعني يمكن الكميات الرهيبة اللي بنتجوها لان المساحات شاسعة الري غير مكلف عندهم هما كمان بنتجوا اصناف يعني مقارنة بالصنف المصري دايما الصنف المصري بيبقى محفب اكتر من الصنف السن احنا ممكن بنتبادل الماتيريالز معاهم المواد الوراثية يعني وعندنا حاجات من الهند يمكن اقول لحضراتك بقالها 10-15 سنة وتحسين مش نافع فيها طبعا فما بقى لحضراتك احنا كمان هما ما بيهتموش بالجودة بتاعة الابصال زي مصر بيهتمدوا على السعر المشكلة الوحيدة اللي بتقابلنا احنا في التصدير فقط ممارسات خطأ اثناء الموسم تسميز زيادة يا ري زيادة يا مبيدات غير موصبها رغم ان الدولة موفرة المبيدات الموصبها ومعدلاتها وبكل شي برغم ان احنا محاقين الاكتفاءة الذاتية عندنا يعني انواع مختلفة بنصدر بشكل كويس جدا عندنا نسبة لا بأثى بها من التصدير الا انه هناك بعض المشاكل الخاصة بالبصل انه محصول حضرتك قلت يعني من المحاصيل التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للمواطن المصري عندنا مشاكل طبعا في الانتاج اعتماد المزارع رقم واحد على تقاو من عنده رغم ان المركز المحوص الزراعية والإدارة المركزية لانتاج التقاوي وشركات محترى مشغالة في انتاج التقاوي موجودة في مصر القسم بوفرها مواد بزرة الأساس عشان تنتج منها المعتمد فبيعتمدوا على التقاوي من مصادر مختلفة فلما المصادر بيجي يصدر بيلاقي 30 إلى 40 وساعات 50% ماينفعش للتصدير الحاجة التانية الاسراف في الراي والتسميد الاسراف في الراي والتسميد بيأخر الند واحنا بيبتدي عندنا موسم التصدير من آخر 2 نص 2 إلى شهر 4 ونص 5 فلما بيتأخر الحصاد بيتفوتنا الأسواء الأوروبية الحاجة التانية لما بيبضل يدي البصل بتاعه ميل حد وقت الند والبصل يطلع بيتأشر كله فطبعا أما بيتصدر بدون إشرة بيترفض برا خلاص البصل داخل في مرحلة الند فضله شهر مثلا على الند أو 20 يوم ويبدأ يرش برضو مبيدات فترة الأمام بتاعتها طويلة لا المبيدات دي لو حتى على حتى مش هنصدر راحنا بصل هتضر بصحة المصريين فيعني دي نصيحة لكل المزارعين إن هم أرجوك بص على المدة الأمان اللي موجودة على العلبة بتاع مبيد البصل اللي بترش لأفاة البصل أو أمراض البصل ومن فضلك يعني قبل الحصاد بشهر ما ترشش أي مبيدات إطلاقا يعني فمش هتبقى فيها عندنا أي مشكلة خالص حاجة تانية المفروض إن الشركات أو الدول اللي بتعمل بلوكة على إنتاجنا لبعض الناس غير المسؤولين اللي بيصدروا بصل شركات برضو أو فرادة لا من فضلك اعمل بلوكة على العميل اللي ورد لك البصل كنت أعملش بلوكة على الدولة إن احنا عندنا كمية بصل وويسة جدا وعندنا مزارع كتير محترمة طيب دي نقطة مهمة جدا برضو خلينا هنتطرق لها بشكل مباشر وهي يعني إحنا عندنا تصدير كبير ونسبة كبيرة من البصل عندنا اتحاد لمصدر البصل في موجود اتحاد لمصدر البصل بس طبعا برضو يعني محتاج دعم بحيث أنه يقدر يغطي الجمهورية كلها من خلال حصل يعني برضو خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا بخصوص الحظر أو حظر بعض الدول لصنف معين هو مش بيتعامل مع فأتقاده كدولة مش بيتعامل مع فرق مش بيتعامل مع مؤسسة أو شركة هو بيتعامل مع دولة دولة تتعامل مع دولة وبالتالي الأليات لضبط التصدير أو لضبط عملية عدم حظر محصول البصل بتتطلب مننا إحنا الأول كدولة إن إحنا ناخد خطوات جدة بمعنى إنه التحرك ما يبقاش إلا من خلال هذا الاتحاد مواصفات معينة معايير معينة يعني هناك مقاييس خلينا نقول قانونية يخضع لها الجميع محتاجين إيه علشان يبقى عندنا ده وبالتالي نحافظ على سمعة البصل المصري بين الدول الأخرى هو فعلا الدولة خادت خطوة قدام وأصبح الحجر الزراعة دلوقتي وكل مصدر البصل طلب منهم اشتراطات معينة للمفارش اللي بيشتغلوا فيها وإن لابد أن البصل يكون معبق فيه محطات تعبئة ولابد أن يبقى فيه أكواد للمزارع عشان أبقى أعرف المزارع دي بترش مجدات إيه وبتسمت بطريقة إيه وبالتالي هيبقى أعليل جدا قوي الكميات اللي تطلع تترفض وأعتقد أنه يعني إحنا ما شاء الله للوقت السنة دي كان فيه مشكلة مع السعودية والحمد لله تحلته وبدأ صدرات زادت وصلت لحوالي 590 ألف طن بصل فقط هيبقى صعب جدا للمصادر الصغير أنه يحقق هذه الاشتراطات وبالتالي هيبقى قللنا فرصة الرافض لأبصال بتاعتنا بالإضافة إلى أنه إحنا برضو لو البصل ده ما تصدرش قللنا فرصة إصابة المصريين بالأمراض المختلفة أو أنه يضر بصحتنا كمصريين حقيقة يعني ملفه مهم جدا محصول مهم كمان نتكلمنا في جوانب شتى خاصة بيو أنا بشكورك جدا أستاذ دكتور عبد الميجيد مبروك أستاذ تربية البصل ورئيس قسم بحوث البصل على هذا التشريف وهذه المعلومات شكرا جزيلا شكرا لحظة شكرا عندنا حاجة نكحين فيها بنفخر بيها وجودها في الدول الأوروبية أو الدول اللي احنا بنصدر لها البصل وجود مهم ووجود مميز وبالتالي واجب علينا الحفاظ على هذه السمعة أنها في الأول وفي الأخير هي سمعة مصرية لدى هذه الدول بتتطلب مننا إيه؟ بتتطلب مننا أن احنا كمزارعين يعني خلينا نقول نحافظ على السلوكيات أو الممارسات اللي بيها بيطلع علينا هذا المحصول ومن جانب آخر أيضا بخصوص التصدير لابد أن نلتزم كمؤسسات أو شركات بالمعايير والمواصفات ويريت موضوع الاتحاد الخاص بين مصدري البصل يتفعل بشكل جدي جدا أنه الموضوع يعني مهم جدا وموضوع سمعة محصول زي محصول البصل المصري مهم جدا جدا أننا نحافظ عليها بشكركم جدا على حسن المتابعة وشوفكم إن شاء الله في حصاد جديد وحلقة جديدة من الحصاد وتصبحها على الفخير ترجمة نانسي قنقر